قضي الأمر وأقر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بالفشل في عقد مشاورات جناف بين الحكومة والحوثيين استلزم الأمر ثلاثة أيام للإعلان رسميا عن هذه النتيجة لم تستطع الأمم المتحدة تذليل العقبات التي حالت دون وصول الوفد الحوثي إلى جناف رغم تحمس الجماعة لذلك وفق ما أكد مارتن جريفت لم يقدم المبعوث الأممي أي أفق على العقاد جولة أخرى قريبا ويبدو أن المرحلة ستعود إلى مربع التشاور الطويل المدى مع الطرفين الحكومي والحوثي على وقع استمرار العمليات العسكرية من المهم الإشارة إلى أن أنصار الله ردوا يكون هنا وكانت هناك خيبة أمل لأنهم لم يأتوا عقدنا منقشات مكثفة مع ممثليهم في صنعاء ومسقط الأسبوع الماضي وهم حارسون على السير في هذه العملية أراد الحوثيون المشاركة لكن غيابهم يعود وفق ما كرروا إلى غياب ضمانة من التحالف العربي بعودتهم إلى صنعاء بعد الانتهاء من محادثات جناف حديث غريفث عن جدية الحوثيين في المشاركة أثار حفيظة رئيس وفد التفاوض الحكومي الذي لم يتأخر في التلميح إلى اتباع غريفث لغتين مختلفتين في التفاوض إن تصريحات المبعوث الخاص التي أدلى بها للتو كانت مع الأسف تعمل على ترضية الجانب الانقلابي والتماس جميع الأعدار له فيما كانت تصريحاته التصريحات السيد مارتين غريفث معنا ومع بقية الشركاء تعبر عن عدم الرضا لهذا السلوك غير المبرر في الأيام المقبلة قد يعود غريفث إلى صنعاء ومسقط لكن من أجل ماذا؟ في الجولة الضائعة في جناف لم يكن اليمنيون يعلقون آمالا كبيرة على إنهاء الأزمة الإنسانية والعمليات العسكرية لكن التعويل كان على الأقل في التوصل إلى التدابير بخصوص المعتقلين والقضايا الإنسانية تبخرت هذه الفرصة مترافقة مع تصعيد عسكري لسيما في الحديدة بما يوحي بأن قرار تفعيل مسار الحل السياسي للأزمة اليمنية لم يتخذ بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر